التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام إضافي دون تغيير جوهري في مهمتها مع إضافة بعض المسؤوليات إلى ولايتها تضمنتها مسودة قرار لمجلس الأمن يعرض للتصويت اليوم الثلاثة. القرار سيضيف بعد اعتماده بالإجماع كما هو متوقع تكليفا للباحثة بالمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم لتنفيذه بمجرد توافق الأطراف الليبية عليه مع التنسيق والمشاركة بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الدولية بما في ذلك البلدان المجاورة والمنظمة الإقليمية. كما فصل القرار في تكليف البعثة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والإبلاغ عنها في ظل استمرار رئاسة المبعوث الخاص للأمين العام المكلف ستيفاني ويليامز بممارسة القيادة الشاملة للبعثة مع أنباء عن توافق على المرشح البلغري نيكولاي مالا دينوف لتولي المنصب وأن الإعلان عن توليه سيعلن ضمن قرار التمديد. مسودة القرار رحبت بدور البعثة في دعم المراجعة المستقلة لحسابات البنك المركزي عقب طلب التدقيق من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج المقدم للأمين العام للأمم المتحدة في يوليو 2018 وانطلقت مطلع أغسطس الماضي. حيث يدين القرار الإغلاق القصري للمنشآت النفطية منذ بداية العام الذي تنفذه الميليشيات والمرتزقة المتحالفة مع حفتر ما أدى إلى خسائر فادحة في عائدات المنتجات النفطية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتيريش تحدث في تقريره حول ليبيا الذي قدمه نهاية أغسطس الماضي عن التغيير الذي طرأ على الأوضاع الميدانية باندحار حفتر وتراجعه إلى سرط. وتطرق إلى ما ارتكبته ميليشياته من جرائم وما خلفته من دمار وألغام ومقابر جماعية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها. مجددا الدعوة إلى وضع صيغة نهائية لمشروع وقف إطلاق النار والشروع في تنفيذه والعودة إلى الحوار السياسي.